السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها اخر تطورات الصحية للنائب عن امل وعمل ياسين العياري فضلا وليس امرا كان انت اول مرة تسمع فيها ما تنسيش دعم الاشتراك في القناة تدفع للجرس بشتسيلكم الفيديوهات القادمة ياسين العياري اللي تم ايقافه منذ مدة اعلنت حركة امل وعمل عن دخوله في اضراب جوع في اضراب عن التعام منذ صباح الثلاثة بسجن المرنقية من ولاية منوبة وينقاعد قضي في عقوبة بالسجن لمدة شهرين اثنين تنفيذا لحكم قضائي صادر عن القضاء العسكري الحركة اوضحت وانه ياسين العياري قرر الدخول في اضراب عن التعام بعد ان استوفى جميع الطرق القانونية من اجل رفع ما وصفته بالمظلمة والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية على حد تعبير نص البيان للحركة اوضحت ايضا ان اسبب دخول العياري في اضراب عن التعام تتمثل بالخصوص في التتبع العسكري الجديد بسبب تدويناته اللي اكتبها بعد 25 جوليا اللي فات والرافض اللي ما حصل الى جنب رفض مطلب السراح الشرطي اللي تقدم به دون تعليل برشا اسباب خليت يعني ياسين العياري يدخل في اضراب جوع نشوفوا مع بعضنا ان هناك تحذيرات من عدة اطباء كما الدكتور ذكر لهيدب اللي علق على دخول ياسين العياري في اضراب جوع وقال راو الناس اللي يدخلوا فجأة في اضراب جوع ما يعرفوش على رواح مبدنهم قديش نجم يتحمل الوقتش ينجموا يصبروا ساعات تكون فما امراض ساعات تكون فما مضاعفات صحية ساعات يكون فما يعني اضراب الجوع انك تقطع كل شيء مرة واحدة فيه ضرر كبير برشا ويعتبر ذكر لهيدب اللي هو دكتور محترم جدا انه يعني هذا يضر بصحة المواطن ودعاء ياسين العياري انه يكون انسان يحمي صحته هذيك ابجلوا من كل شيء ابجلوا من السياسة وابجلوا من الموقف وابجلوا من كل شيء وقال ما يعرفش اللي يدخل في اضراب جوع ما يعرفش في انا وقت بالضبط اللي تدهور الحالة الصحية بتعوه بشكل فجأة فرد مرة وتكون فما مضاعفات خطيرة جدا وللإشارة فانه وضعه الصحي خطير جدا ياسين العياري بسبب اضراب الجوع اللي قاعد ينفذه ياسين العياري اللي تم ايقافه مشيت له فرقة امنية الى المنزل متاعه المحامي متاعه وحكيه على انه دخلوا بالقوة ومحترموش للنساء ولا لأولاده غيره ومحامي ايضا اكد انهم هما حتى ما خليوش معناها يبدل حويجه بش يخرج تم اقديده الى اسجن اليوم هو موقوف على خلفية التدوينات اللي قاد ينشر فيهم ويندد المحامي متاعه بالتضيقات على حرية التعبير بانه اليوم اللي يكتب تدوينه يلقى روحه في اسجن محكم بشهرين اسجن وعديد الامور اللي هي تحرج رئيس الجمهورية قائس سعيد نلقى وبرشا نويب حتى اللي يختلفوا في بعض الاحيان مع يسين العياري عبروا على تضامنهم معه نلقى وسيف الدين مخلوف اللي هبت صورة يسين العياري وقال كل التضامن مع زميل النائب يسين العياري ضد سلطة لا تريد ان تصلح نفسها ولا ان تجرب فرضية ان لا تكون ظالمة لشعبها ويحمل كل المسئولية الى رئيس الجمهورية قائس سعيد فيما آلت اليه الاوضاع نلقى وانه يسين العياري يعاني من قرح في المعيدة تعالج من اجله تعالج من اجله في المستشفى العسكري اقل من اسبوعين قبل ايديعه في اسجن وتعكلت حالته خلال الشهر الماضي كونه لم يقع تمكينه من تسخين الطعام الذي تحضيره العائلة مرزا في الاسبوع مما يخليه في خيار بين اكلة السجن المجهولة المهية والاكل المثلج اللي يضر بالمعدة امتاعه طالب عدة مرات بيجاد حل لهذا الاشكال دون جدوى القرار الذي يتخذه بالدخول في اضراب جوع والذي وردت حيثيته ومبرراته في بيان حركة امل وعمل سيعكر الحالة اكثر وبسرعة حسب عديد المتابعين اللي يعتبروا وانه يعني الموقوف سيئت حالته في السجن واوشك ان يفقد البصر فتصل بيسين العياري فورا وطلب كل المعطيات حول الوضع يمتاعه وحاول التدخل بمن يجب ان يتصل يسين العياري وهذه حادثة يرويها بعض شهود العيان اللي هم اقراب من يسين العياري بيعرفوه بالقدي انه فما مرة مواطن عادي اطلب يسين العياري على مظلمة عرض لها في السجن واقرب يفقد البصر تصل بيسين العياري وفورا اطلب كل المعطيات حول الوضع يمتاع الشخص هذا وحاول التدخل يقول القايا ليش كون بشي الدخل اليوم ليسين العياري إذا كان معاد فما حتى حد يدفع لي نلقا برشا اطراف يدفع لي في الحقيقة كما النائب يمين الزغليمي يمين الزغليمي لاجهنا بسيف الدين مخلوف تقول انه النائب يسين العياري يدخل في اضرب جوع في سجن المرنجية كل الدعم زميلي المحترم وربي يصبرك وربي يصبرك سيدة ويشفيك ويعافيك اللي هي زوجته كذلك والدته اللي هو يمر كما قلت عنده مرض خاص يعني يتهم الإطارات في السجن انهم معطاوش يشرب الدواء يعني بصورة منتظمة ما همش قاعدين يخليوا فيه سخن الميكلة بصفة مسترسلة وهو القرح اللي عنده قاعد يذر فيه ما ينجمش يكل من غير ما يسخن الميكلة وبتباعة الحال اليوم الاتهامات موجهة لرئيس الجمهورية قيس اسعيد بأنه يضيق على الحرية ويعتبر أنه يسين العياري مجرد عينة من عينات كثيرة أنه راوي نجمي تال عدة أسماء أخرى الإقامة الجبرية أو السجن أو إلى غير ذلك يعني راجل في السجن في المرنقية أو غيرها من السجون الأخرى في الدولة التونسية من غير محاكمة من غير قرارات قضائية في هذا يضر جدا برئيس الجمهورية قيس سعيد ذلك عليش قلنا فيه أكثر من مناسبة أنه قيس سعيد يلزمه يوضح الإجراءات اللي بش يخذهم لأنه ما عندوش حتى حل اليوم الأزمة ما زالت متواصلة تجميد البرلمان من جهة مجمده رئيس الجمهورية والدبابة اللي سكرت الباب متاع المجلس ما همشو مخلينه يدخل حتى حدنا القاو اللي هو فوض زوز نواب في فيينا في النمسا يمثلوا رئيس البرلمان المجمد رجد اللي غنوشي غير قيبة برئيس الجمهورية وقراراته والدولة التونسية بل على العكس قاعدين يحرضوا في الدول الأجنبية على أنهم يدخلوا في تونس وأنهم يكون عندهم يعني دخل للجم رئيس الجمهورية قيس سعيد على عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات يبدو أنه قيس سعيد يستعد لأعلان إجراءات جديدة يعني يستجيب فيها لتطلبات أو لمطالب اشتركوا في القناة